بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على افضل المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اه مرحبا بكم في اه برنامج مية طريقة للجمال قناة الصحة والجمال اه انا دكتور رأف الجوهر استاذ جراحة تجميل والحروق وجراحة اليد كلية طب الاصر بعيني وطبعا اي انسان محتاج لاي عملية تجميلية او اصلاحية فيتصف بالبرنامج وانا اه ان شاء الله بإذن الله بتوفيق منه اهم بعملها في الاصر بعيني النهاردة حنتين نتكلم على يعني اعادة الحيوية والشباب والرونق لوجه الانسان بس في الاول عايز اقول ايه اللي بيحصل من تأثير المرور السن والتقدم في العمر والتأثير الشمس والجذبية الارضية في الاول بيحصل دمور في الانسجة بتاعة الجلد خاصة الطبقات الخارجية والطبقة المتوسطة مع وجود العضلات بتاعة التعبير وفتكون دي متسخة في الجلد فبيبدأ ظهور التزاعيد في الجلد وبمرور الزمن والوقت يبتدي يحصل اه ضمور في الحيوية والحجم الانسجة اللي هي تحت الجلد سواء دهون او عضلات وده بيؤدي الى زيادة عمق السنيات الطبعية مثل التانية اللي حوالين الانس والتانية اللي حوالين الفن وتزاعيد في الجبهة وتزاعيد ما بين الحاجبين وزي ما شافين في الصورة في الوقتي ده الجلد وده الطبقة الخارجية منه وده اللي بيحصل فيهم اه التغير لو شفنا الصورة البعادية ده التزاعيد بين في الجبهة وما بين الحاجبين وحوالين العين والجنب العين واسفر العين ولو شفنا الصورة اللي بعدها ده عمق السناية الطبعية بتزيد ولما بيحصل حجم وحيز الانسجة بتزيد زيادة بيحصل تهدل في الجفون والحواجب وفي الصورة اللي بعدها بيحصل تهدل في التحت الخدين وفي الرعبة وطبعا التغيرات ده ممكن تحصل في سن مبكر لكن معظمها والحمد الله بيحصل مع التقدم في السن وده يعني طبيعة الحياة وطبيعة ربنا ومن نعمره في الخلق يعني اه شيء طبيعي وحاوي وما هواش حاجة غريبة على الانسان لكن اه ممكن يحصل في سن بدري لكن على جالبا بيحصل في سن اللي هو متقدم وهناك قد الطرق لعلاج هذه الاشياء ياما الطرق الجراحية التقليدية زي شد الوش وشد الجفون وشد الرقبة وده سواء بالجراحة او بالمنظار وفيه الطرق الغير جراحية او باستخدام الاثنين معا علشان نوصل للشكل الامسل باذن الله بداية اتكلم على الطرق الغير جراحية اللي هي بنستخدمها لان كتير من الناس بيبقى في سن نذكر للعمليات واو الحالة مش عايزة تعمل جراحة وهي بتبقى منظومة مع بعضيها اه بنستخدمها كلها او على الاقل بنستخدم اربع منها علشان التجعيد وعلشان عمق الثانيات في الوجه وعلشان رونق الجلد ولمعانه وعلشان تهدل الجلد لو شبنا صورة بعدين صورة بعد كده اول حاجة بنستخدم البوتوكس البوتوكس ده اه مادة علشان نشوف اللي بعدها علشان بتعمل ضعف مؤقت ومدروس في العضلات التعبير بالوجه فبتأدي الى اه ازالة هذه التجعيد العمل اللي يتيجي لضعف العضلات لكن لازم توقف يعني الحالة لازم بعرفة ان التقودع من طبيب متخصص وعنده خدرة في حقم هذه المادة واتجاه الابرة وطريقة التخصيف وفي موانع للاستخدام لازم يكون عارفة عشان ما يعملش اي مشاكل للحالة او يعمل نتائج سيئة هنا هوب يعني بعد ما حعملنا البوتوكس الصورة الاولانية بينها اللي هي مقطبة ما بين حاجبها ودي تبقى طبيعة بعض الناس بعد الحقن بتروح الصورة اللي بعديها التانيات اللي هي جنب العين بعد الحقن بتختفي وده طبعا مدته بتبقى حوالي 6 شهر والمريض بيحتاج الصورة دي بتبين الحقن في التانيات اللي هي تحت العين وبرضو بتدي متائج منتازة جدا الصورة اللي بعديها للتجعيل اللي بتطلع في الشفاة وبتدينا برضي متائج منتازة لكن انا ما بحبش احقن في الشفاة عشان ممكن يحصل اي انعواج في الفم فبالتالي ما بحبش احقن في الشفاة لازم جنبين في الصورة الفؤانية الرقبة العضلات دي اللي عاملة زي فرع في الرقبة بيعمل لها نوع من الضعف بتختفي زي في الصورة اللي هي في اسفل الشاشة وبعد كده هوت البتك ده ممكن بيستخدم في بعض حالات الاعصاب وبعض حالات اللي هي بيكون فيها افراز عرق زائد في تحت الابط الابط وفي اليدين بعد كده بديبتدي بالصورة الجاية هنبتدي نعمل عايزين نملأ التانيات اللي هي زادت وبقيت عميقة فهنبتدي نملأ بمواد مالئة المواد المالئة دي انواع كتيرة بس انا بفضل حامض الهيلوريك علشان ده مستخرج من نشوف الصورة اللي بعدها مستخرج من جسم الانسان وما بيسببش اي مشاكل ولا بين اي امراض نكمل بعد الفاصل اشتركوا في القناة اهلا بيكم مرة تانية بعد الفاصل كنا بيكلم عن حق المواد المالئة لتحسين عمق الصنايات بالوجه مثل جمب الانف وجمب الخدين وتعديد حرف الشفاء علشان الدمور اللي بيكون حاصل فيها زي ما حنشوف الصورة الجاية وانا قلت بفضل حامض الهيلوريك اسد لان هو ما بيعملش اي مشاكل ودي يعني ازاي الجلد فيه تانية عميقة وبنحق تحتيها فبالتالي بيصلح التانيات الصورة اللي بعدها هتبين على عيان اه في النحية اه في الشمال قبل الحقن واللي تحتيها بعد الحقن وفي النحية التانية فيه قبل الحقن وبعد الحقن بالهيلوريك اسد وتحديد الشفاء بحيث تعيد شكل ان بيحصل فيها ضمور اه الشفاء لكن المريض برضي يجي نفس الاشياء قبل وبعد الحقن بالهيلوريك اسد لكن في بعض الاحيان بيكون المريض محتاج كمية كبيرة من المواد الملئة فطبعا بنلجأ الى واحسن حاجة ان احنا بنحقن الدهون والدهون دي بتتاخد من نفس المريض من اي مكان من جسمه وبعد تنقيتها وفصلها بناخد الخلايا الدهنية بس وبنحقنها في طبقات رفاية جدا على درجات مختلفة ومستويات مختلفة علشان يحصل ان هي تاخد دم وتعيش بدل ما يعفلها انتصاص انها بتتحلل لو ما كانش فيه دم يعيشها وده بيكون يعني بدي نتاج حدو اوي لما يكون محتاجين كميات كبيرة اه خاصة في الخدين اه وتحت اليجنة وفي حاولين الفك زي ما حنشوف في الصورة اللي جاية اه ده الالات اللي بناخد بيها ودي الدهون قبل التفصية وبعد ما اتففت في الصورة اللي بعدها يعني بتوري قبل الناحيتين قبل فوق وتحت بعد ما مالينا بالكمية حوالي 30 سنتي في كل نحية اه بساعات بنحتاج البطير عيان عنده اه بيسموه لغد او يعني دابل تشين يعني دا نيتانيا ودي بتتشوفت الدهنة منها بتخلي المريض او الحالة يعني بتبسعيدك جدا من النتيجة لن بيطلح المنطقة اللي من ضيقها يعني ساعات بييجي رجال او راجل بييجي كبير في السن مش مدائي من الشكل مش مدائي من اي حاجة لكن بييجي ويجي يا دكتور انا عايز اخلص من الدقن دي بعدين بحضة بيجي نتكلم عايزين نعمل اه نعيد الحيوية للجلد ففيه اللي هي السنفرة الكريستالية ودي عبارة عن جهاز من عدة اجزاء فيه من الراس زي ما شاهدين في الصورة اللي عن ناحية اليمين دي فيها طاقة سلبي بتاخد جزء من الجلد وعن طريق حباربات مكريسكوبية من مادة الكرانيام بتعمل حك في الجلد جامد عميق بتشيل كل الاجزاء المتموتة والمتلايفة منه وبتخلي الجلد يتحفز ان هو يكون كلاجن والخلايا العضلية اللي فيه فبتدي تحسن وبتفتح المسام ويعني اكثرها استخداما لتنظيف البشرة وتضييع الهالات السوداء وبعد كده هوت فيه طرق تانية زي ما نشوف الصورة اللي جاية علشان ندي رونق للجلد اللي هو معروف والناس عارفة اللي هو الميزو سيرابي وجاية ميزو من الميزو ديرم اللي هو الطبقة الوسطى في الجلد عن طريق آلة معينة عشان ما تبقاش مؤلمة ومنحق منه مواد مؤكسدة وفيتامينات وكده بتدي تحسن وتغذير الجلد بعد كده بنحاول عاديين نصلح اتهده للجلد فبيجي مكان شد الجلد بالخيوط ودي بتبقى على خيوط زي ما شايفين في الصورة خيوط ما بتضبشي ولها زوايد عكس بعضيها من نص بتحسلة وبتخش عن طريق بينجا موضعي بابرة فتخش في الزوايد بتاعت الخيط بتجد الجلد من ناحيتين فبيتشد الجلد زي ما نشوف في الصورة الجاية وبتحط بطريقة معينة وفي اتجاه معين عشان يدينا نتيجة كويسة بعد كده هوت بنحاول عاديين برضو ندي رونق للجلد ففيه دوقتي حديثا زي ما نشوف في الصورة اللي جاية اللي هو تسقيب الجلد بطريقة معينة بابرة طيعة جدا او بيسموها الدرما رولر او يعني عجلة فيها ابر وجدوا ان هما من تسقيب الجلد بالطريقة دي بيخلي الكولاجين اللي هو بيتكون عشان يلم الجرح بيتكون بطريقة مختلفة فبالتالي يؤدي الى شد الجلد ولمعانه وبعد كده هوت فيه ده منظر العيان الحالة وهو تعمله الدرما رولر بتعمل يعني زي جروح خفيفة او او يعني ابر خفيفة بعد ما بترتاهم بتشد الوش وبتضيع زي في الصورة اللي على الجهة للشمال اي اثار حب الشباب في الوجه بعد كده بنيجي عايزين ندي لمعان زيادة او نشد الوش هيجي دور السنفرة العميقة او التأشير الكيماوي او الليزر ودولا يعني ليهم يعني تحفظ جامد اوي في الالوان اللي هي بتبقى يعني صمرة او صمرة شوية لانه ممكن تقدي الى مناطق يعني فتحة وغمقة فهي بيبدو نتائج ممتازة في الحالات اللي هو البشرة البيضاء او الناصعة زي ما نشوف في الصورة اللي جاية ده الليزر والليزر عبارة عن يعني ما هوش من السكرة ان هو اشعاع ولا حاجة عبارة عن ضوء مركز بيعدي على مادة فعالة جوه الجهاز والمادة دي بتدي اطوار مختلفة فالليزر كل الليزر انواع مختلفة كتيرة جدا كل الليزر ليه وظيفة واحدة بس وده عمل يعني ثورة في عالم التجميل لانه اصبح بامكانه انواع معينة منه تشيل الوحمات الدموية السطحية وانواع كتيرة منه عشان تشيل يعني الوحم او اي حاجة او الوان الباكنة ده الليزر شكل الليزر بيدي حرق بالكمبيوتر بعمقه معين يعني زي واحد لو عايز يحسها لما يقعد في الشمس كتير بيحس ان وشه اتشد ده تأثير الليزر بس طبعا بيبقى مدروس وليه طبعا تحفظ ان لازم العيان ما يتعرضش للشمس لان الشمس اشعيتها ممكن تغمى المكان اللي هو المحروق زي ما نشوف في الصورة اللي جاية ان الوش بيبقى انه محروق لكن بعد ما بيحصلوا الالتقام الجلد بتشد وبيدي شكل شبابي تاني بعد كده هو فيه زي ما نشوف في الصورة اللي جاية ده اللي هو التنفرة العميقة وبتكون برضو ده الصورة جاية نفس تأثير الليزر ايوة انا محمد السلام عليكم وراكم السلام حضرتك يا دكتور بس انا ابني بس والد وعنده ظهر كده في واجهه كده في الناحة اليمين مستمعت حجم غير طبيعا كده حجم كده فمش عارف دي اعتاد دويحة بالجراحة ولا عند حاجة اين حجم كده ظهر غير طبيعا يعني حاجة كده برزة كده يعني برزة فين في واجه اليمين في الناحة اليمين فجم من ناحة اليمين في راسه نعم المكان هفين في الجسد يعني يعني في الخد كده دكتور يعني في الخد اليمين غالبا دي بتكون غدة دهنية حصل فيها انسداد طبيع دي دكتور عالجها بالعملية الجراحية ولا عالجها بال لا بالحاوي نبدي نضب دحاوي اه ولو ما كانتش ايا ممكن مشكلة انا ممكن تقلب بخرام يعني فيستحق ان يعني يا رب تجيبه العياء شوف اتصل بالبرنامج وخد النمرة ونشوفك ونعملها له بازن الله اه بعد كده احنا هنبتدي نتكلم عن الطرق اللي هي الحديثة جدا اللي هم حق الخلايا الجزعية وطبعا الخلايا الجزعية دي الخلايا الام اللي هي لما تحط في اي مكان بتتحول للخلايا اللي هي في النفس المنطقة وده بيؤخذ من المريض نفسه ومن دمه وبتستخلص وكذلك حق البلازمة الغنية بالصفائح الدموية وده برضو بيؤخذ من المريض نفسه او من الحال نفسها ودولة يعني في دور التجربة ونتيجهم كويسة وفعلا لو دولة يعني جابوا النتائج او ثبت فعليتهم جدا هيعملوا انقلاب جامد جدا في تحسن الجلد وعدم اللجوء لأي طرق تانية للتجميل بعد كده هوت زي ما حنشوف فيه بقى اللي هي الطرق الجراحية اللي هي العادية علشان نشد الوش زي ما نشوف في الصورة اللي جاية ده واحد شد وش ما حق دهون فطبعا بتفرق يعني بتفرق جامد الدمور اللي في الخدين وتهدر الجلد لما بتشده بيفرقه جامد وطبعا يعني الجمال ده ربنا جميل يحب الجمال يعني مش حكاة ان الراجل بيعمل حاجة زي كده لا ده مهم عنده يعني مهم عند الانسان شكله او القمش بتاعه لنفسه مش لحد يعني ما بيعملوش لحد يعني نخاف ان في التجميل بالذات لو ييجي مريض عايز يبه شكل كذا او شكل كذا لا احنا ما بنعملش شكل احنا بنحسن اشياء يكون المريض فعلا مدايقا لكن مش لتغيير الشكل ولا اي حاجة انه مش مقدرنا يعني احنا بنحسن ولسنا اه نغير اي حاجة وحنشوف بعد كده برضو في الشد الوش لازم يكون معاه فيه طرق يعني شد الوش الزعب زمان فيه خطورة شوية على العصب الوجه فيه طريقة جديدة طلعة ان هو بيبه شد الوجه بالخيوط بس بعد ببنرفع الجلد بنشد كل العضلات بتلت خيوط بيدينا نتيجة اه ممتازة جدا وطعب لمدة عشر سين بإذن الله ومفيش منها اي مشاكل ولا خوف من النتيجة زي لما حنشوف في السلايدي الجاي ده يعني ازاي ادانا النتيجة وفي الصورة اللي على اليمين خلف الاعلى الشاشة يعني مبين نص الوش قبل وبعد العملية دي وطبعا لابد لما هيحصل يعني نحسن منطقة المنطقة اللي جنبيها ممكن تبان قوي فغالبا شد الوجب يعني صاحبه شد الجفون بنشد نشيل جلد الزيادة اللي في الجفن العلوي وفي الجفن اللي صفلي ما بيباش عندنا جلد الزيادة لكن بيكون في عندنا اه تهدل في الدهون اه هنا دي الصورة دي اه برضو البوتوكس ما ينفعش هنا لان ده راجل وعطراته قوية فكان تعمله شد جبهة اه بالمنظار وطبعا يعني النتيجة دي ما انت شايفين يعني ان العضرات اتفكت وتزبطت وده بيبقى يعني يعني طبيعته كده الجلد السميك والتانيات في الصورة اللي بعدها يعني زي ما قلت بييجي الراجل مش مضايقه اي حاجة غير رقبته سهلا بييجي قولك شل لي عرص الجلده بأي طريقة وشيله سهلي جدا ما في ويش مشكلة هو ممكن يتعمل بيجي موضعي وبتعمل معاه شد لذقبة اه طبعا زي ما قلت لازم نكمل المنظومة لو شدنا لويش العين حدان فبالتالي لازم نشد الجفون طب بنشيل الجلد الزيادة في الجفون العلوية والدهون وفي الجفون السفلية بنشيل جلد قليل جدا لكن بنعيد توزيع الدهون في الجفن السفلي عشان نضيع العمق اللي بيتكون تحت العين من تهدر الجلد اه وزي ما قلت يعني احنا عند طرق غير جراحية فيه طريقة لازلت التجعيد فيه طريقة لهمالي النحافة وفيه طريقة لشد الجلد وبعدين الطرق الغيرج راحية فيه طريقة لشد الوج وشد الجفون وشد الرقبة ممكن الاتنين مع بعض نعمل اه لازر مع شد الوش فبالتالي يدينا لما عانف الجلد اكتر وتكون النتيجة احسن باذن الله و يعني دي الطرق المعروفة او المتفق عليها زي ما نشوف في الصور اللي جاية اللي يعني اشكال الحالات قبل وبعد مفيش اي محاذير يعني كل الطرق الغير جراحية بتتعمل ممكن في العيادة مش محتاجة مستشفى ما عدا حقن الدهون للي احنا محتاجين غرفة عمليات علشان نمنع عدوث اي التهابات وبرضو بيكون ايا السيد سلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله في هالات سودة في وشة دكتور الحل لها ايه الهالات السودة حلها الليزر من الشنف من الشنف استخدام الليزر او الكريمات استخدام الليزر او الكريمات كريمات زي ايه لا مع الكريمات بتفتح البشرة الكريمات اللي بتفتح البشرة وفيه انواع كتيرة واسامة كتيرة في السوق يعني اه الف شكرا اه والطرق الجراحية طبعا يعني انا يعني كان زمان بيحقنوا يبتدوا يعني كان في تفكيري او ان ابتدى اعمل عمليات بعد سن السبعين او السبتين لا وجدت ان من سن الاربعين العيان بصحته لسه والعيان بقوته لسه فاي تحسن بيعمله من صاحبه الصحة العامة كويسة فبالتالي بيبقى سعيد بالنتيجة غير لما يكون اه كبير وطبعا يعني احنا عمليات التجميل والاخلاح والحاجات دي ما ما بتتعملش علشان اه غير انت مجي الا ان الشخص نفسه عايز لما يبص النفس في الملاي ايه بسعيد مش عشان يعجب الناس ولا عشان اه اي اغراض اخرى اي اغراض اخرى طبعا الطبيب مزم قدام ربنا قدام نفسه ان التجميل التجميل او الاصلاح يكون زوجة عايز جزهة يبقيها شكلها صغير زوج عايز يلاقي مراته تشوفه شكله صغير واحد رايح شغل جديد وعايز شكله صغير او شكله يعني منمق ده الحاجات اللي احنا بنعمل ليها لكن يعني وده ما مجدناش في اي ممنعة في الفقه او في الادن ده ما هواش تغيير لا اي حاجة ولا اي حاجة احنا بنحاول نساعد الاصلاح والحاجة موجودة اساسا يعني الجلب ربنا خلقه الكل حاجة ربنا موجود وربنا اللي ادانا العلم والربنا اللي خلانا نقدر ان احنا نعمل هاي الاشياء بامكانيته وبرداء وتوفيقه لان يعني ممكن يعني نحن دهون وما تعيش لان احنا مش احنا اللي بنزع ممكن نعمل ترقيع جلدي وما يعيش احنا احنا بنحرز بس احنا نحط الجلب وربنا اللي بفضله بيخلي الجلد دوت يعيش في المكان دوت و كذلك لما نحن دهون برضو بفضل من ربنا احنا بس بنحط المادة وربنا هو بيتولى برحمته ان مما نجي نخرس او نيجي نشوف النتيجة نلاقي النتيجة كويسة بيعني بفضل ربنا مش مش حاجة تانية بس بس يعني دي كل الحاجات اللي هي تشمل عادز الحيوية والتجميل للوجه يخش ممكن بقى طبعا مع تجميل الوجه ممكن اصلاح الانف لو الانف في اي مشكلة ممكن في بعض الناس بطبة يعني انا مثلا ودن كبيرة لكن مش مدايقان في ناس لما ودن بطبة كبيرة او ودن بطلعة بيسموها ودن الخفاش دي بتبقى مدايقها خاصة في الاطفال وده دي عمليات بسيطة بتنصلح وبتحس ان احنا بنتكلم عن منظومة ازاي نزبط لان اي اصلاح لحاجة اي غلط او 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 حاجة مختلفة بيدان اوي في الوش يعني لو شدنا الوش من غير ما نصلح الجفون حتبان الجفون اوي لو صلحنا الجفون من غير ما نشد الوش حيبان الاتهد لكن عشان كده لازم كله يتعمل مع بعض او في مراحل متصورة مع بعض و هشكركم و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا اشتركوا في القناة